بسم الله الرحمن الرحيم واسمين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدو وبشرين المؤمنين الذين يجيبون الصلاة ويجيبون الزكاة وفي الآخرة هم يمكنون إن الذين لا يجيبون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهو يعمقون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهو في الآخرة هم الأخصرون وإنك لتلقى القرآن من الذين حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بقبري أو آتيكم بشهاد قبسي لعلكم تصطلون فلما جاءها نبي أن بورك من في النير ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وأن في عصارات فلما رأيها تهتز كأنها دانوا ولا مجدرا ولم يعقبوا يا موسى لا تخط إلا يخاف لديها المرسلون إلا من ظلمت مبدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقوله إنهم كانوا قوما فاسخين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان عيلا وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورد سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأتينا من كل شيء إن هذا له الفضل المثير وحشر لسليمان دموه من الجن والجن سوى الطير فهم ينزعون حتى إذا أتوا على وادي نمل قالت نملة يا أيها الناس نمل دخلوا مساكنكم لا يحقننكم سليمان وجنودهم وهم لا يشعرون فتبس نقاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأدخل برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال لا إلا أنهدهد أم كان من الغائدين لأعزب منه عذابا شديدا أو لأسبحنه أو لأسبحنه أو لياتيا بسلطان مبين فماكس غير بعيد فقال أحبت بما لم تحق به وجيتك من سرأ بنبأ يقين إني ودت امرأة تملدهم وأوتيت من كل شيء ولها عرص عظيم ودتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزيّد له الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يأتدون أما يسجدون الله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما يكون وما يعلمون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قَالَ سَنَعُونَ أَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُرُوتَ مِنْ إِذْ هَبْ كِتَابِ هَذَا فَأَلْفِهِ إِلَيْهِ قَالَ سُمْ مَتَوَنْ قَالَ سُمْ مِنْ وَإِنْ مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِ بِأَدِيَّةٍ فَنَعْضِرَةٍ بِمَا يَرْجِعُ الْمُسَلُونَ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُرِبُّونَ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ يَا اللَّهُ خَيْرُونَ مَا آتَانِكُمْ بَلْ أَنْكُمْ بِأَلِيَّتِكُمْ تَفْرَطُونَ ارْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَمَا جِيَنَّهُمْ بِجُنُودِ اللَّا قِبَاً لَهُمْ بِهَا وَلَمُفْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ قال يا أيها الملأ ويكم ياتيني بعرشها قبل أن ياتوني مسجدين قال عشريكم من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقابك وإني عليه لقول أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رأيه استقرا عنده قال هذا من فضر ربي ليبلوني قال هذا من فضر ربي ليبلوني أشكر أن أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غلي كريم قال نكروا لأ عرشانا برأة اهتدي أن تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت إلى أهتدى عرشت قالت كأن نهتو وأوتي لبعن من قبلها وكما مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم مكفرين قيل لها بكل الصرح فلما رأته حسبته ردة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرض من قواني قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصرون قال يا قيم تستعدلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغطرون الله لعلكم ترحمون قالوا افطيرنا بك وبنم عقال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة تسعة رهد يفسدون في الأرض ولا يسبحون قالوا تقاسموا بالباه لنبيتنه وأهله سن فلنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصابحون ومتروا مكرا ومترنا مكرا وهم لا يشعرون فهوه كيف كان عاقبة مكرهم إن نادموا مرناهم وقومهم ألمعين فتلك بيوتهم خارية بما ظلموا إن في ذلك لآية بقوم يعلمون وأنجل الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إزقار بقومي أتاكون الفاحشة وأنتم تبصرون آهنكم لتاكون الرجال شهوة من دون النساء بل أنهم قوم تنهلون فما كان جواب قلهم لما أم قالوا أقربوا آلوك من قريتهم إنه أناس يتطهرون فأنديناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابين وأضرنا عليهم مطرا فساء مطر زليل قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفات آه الله خير أم ما يشرحون أم من خلق السماوات والأرض وأنزل لهم من السماء ماء فأنبتنا به حبائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها آهلاهم مع الله بل هم قوم يعدلون أم من جعل الأرض قرارا وجعل خلالا آيالا وجعلها رواسيا وجعل بين البحرين حاجزا آهلاهم مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أم من يجيب المضر إذا دعاه ويكشف السماء ويجعلكم حلثاء الأرض آهلاهم مع الله قليلا ما يذكروا أم من يهديكم في ظلمات البلد والبحر ومن يرسل اللياحا رسرا بين يدي رحمته آهلاهم مع الله تعالى الله عما يشرفون أم من يبدأ الخلق صم يعيده ومن يرضه من السماء والأرض آهلاهم مع الله قل هذه برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون بل أدرك عنهم في الآخرة بل هم في شكل منها بل هم منها عمون وقال الذين كفروا آهدا كنا ترابا وآباؤنا آهنا لمفردون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المدين ولا تحزن عليه ولا تكون في ضيق مما يمكرون ويقولون ماذا هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعبدون وإن ربك لذي قبل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلمون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة كل مبين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوتى على الظالمينك على الحق المبين إنك لا تسمع الموت ولا تسمع الصم إما الدعاء إذا ولوا مددين وما أنت بهذه العلم عن ضلالتهم إن تسمع إلا تؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم إن الناس كانوا بآياتنا لا يمكن ويوم نحشر من كل أمة فوجا من من يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا داءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أن ماذا كنت تعملون ووقع الحوم عليهم بما ظلموا فهم لا يمتقون ألم يروا أن ما جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم مهمون ويوم فقف الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل الآدو مداخلين وتر الجبال تحسبها جالبة وهي تمر مر السحابة صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما يفعلون من جاء بالحسنة فله خير مما ومن فزع يوميه آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت أجوههم في النير هم تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رباه للبلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيدي آياتي فتعرفونها وما ربك بغافل عما يعملون